بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على حاجة النهاردة في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها ان انا ممكن اعدل على فيديو اقص منه او ازود عليه او ادمج اكتر من فيديو وكمان اقدر احول مجموعة شوور لفيديو بدون اي برامج عندي اديها عن طريق ويندوز 10 مباشرة من غير اي طولز عندي هنستخدم حاجة اسمها فيديو اديتور دي موجودة جوة ويندوز عندنا واللي هنشرح عليه هو ويندوز 10 الميزة في التولز دي كمان انها سابورت اكستنشن كتيرة سواء كان انواع كتيرة من الملفات سواء كانت ملفات الفيديو او ملفات الصور زي ما احنا شايفين كده البرنامج اسمه فيديو اديتور هتلاقي جوة ويندوز 10 عندك تمام نحط عملت على سيرش انترافيز سهل قوي نقول له نيو بروجيكت بروجيكت جديد هيسألني اسمه ايه في البروجيكت ده هكتب الاسم اللي انا عايزه انا هنا هتسميه مثلا فيديو اديتور اسم الفايل بتاعي اللي هتطلع في الاخر هنا هنخلي بالنا هو بيكتبش اسم الفايل كريزلت لا ده بيسايف البروجيكت بتاعك البروجيكت نفسه اللي انت شغال عليه هتسميه ايه وفي الاخره ما اجي اعمل الاكسبورت احويله الفيديو هيسألني على الاسم التاني بتاعيه وهتسايفه فين تمام اه دين كده خلاص اهو ايه اتبت اكتف معي ناشطه معي هاخش اقول له هات الصور بتاعتك انا في اول حاجة هشرحها ازاي اجمع مجموعة صور احويلها ملاف الفيديو ممكن تبقى صور فرح عندك صور ذكريات عندك اي صور انت عايزة وحنيعرف كمان ازاي نحط عليها صوت تمام اعملت اختارت مجموعة الصور اللي انا عايزة مهما كان عددها مش هيقولي لا تمام انا هنا هاخد مسير العدد صغير من الصور بس عشان وقت الفيديو بتاعنا لكن انت كممكن تختار كل الفيديوهات بتاعتك تمام اجنية بختار مجموعة الصور من الفولدر بتاعي هيبدأ يجمح عني عندي اهيه قال لي انت مختار الصور دي ويأكد عليها العلامة الصحي اللي فوق ان هي دي الصور اللي عندك ان انت مختارها عايزة زود ازود خلصت اشدهم انا ازيلهم تحت درجة ان تدروب بعدها خلص هتلاحظوا انك تبلي وقت كده عدد على كل واحدة انها تلات ثواني تمام ده دي فولد طايم بتاعه انا ده وقت حعلم عليهم هاختارهم واخش اول حاجة هعمله هقولو لا ده تلات ثواني ده وقت قليل هخش على ديوريشن هنلاقيه عاطي لو الوقت انا ممكن اختار منه وممكن تحت اكتب الوقت انا عايزه فانا هتطوله مثلا هخليه تسع ثواني اخلي بالين ده هيتطبق على الصور اللي انا مختارها بس تمام فممكن انت تتعدل ان صور وقت معين وصور تانية وقت تاني وممكن بقى تزود فيديو كمان هي لو انت عايز بس انا مش هتطبق كده انا هنا هبدأ احط باكجراوند على الفيديو ده عصوت بتاعي ففيه طرقتين في باكجراوند ساوند فيه اصوت من السايفة عنده هو اصلا ممكن تعمل بلايه للصوت وتسمعه عاجبك هتحطه معاجبكش هتجرب اللي بعد وهكذا بس ده نادر ما احنا بنستخدمه ليه احنا دايما بنحط اغاني بنحط ملفات لو الشرح بنحط الشرح التاعي ملفات الصوت بتاعتي فالباكجراوند ده مش هلاقي طبعا الحاجة انا عايزها موجودة فالي انا هعمله ايه دلوقتي هخش كاستم ان انا هقول له لا اه كنسة انا مش عايز الحاجة ديه وطبعا مش سوا الصوت انت عايزها ادي ايه هقول له لا انا مش عايز من هنا اصلا هقول له انا عايز احط صوت معين ملفه معين مش موجود عندك في المتقم السايف عندك فحقول له قد فايل الملف الصوت بتاعي عادي هيسألني طبعا ملف الصوت فين وبوص يا جماعة امواتي اكستنشن ادي ايه بتاع تلاصوت كمان صبرت انواع ملفات كتيرة اول الصوت تمام انا هبقى هوا شايفين ادي ايه انا هروح على ملف اللي انا عايزه بالذات مثلا اغنية مثلا ملف شرح بتاعي ملف اي حاجة عندي هاختره وحطه بصوا على حاسب وقت الفايل وعلى حاسب وقت الفيديو بتاعك قال لك هو الفايل ده هيغطيلك الفيديو بالكامل كيف انا عايز لأ جزء منه اصغره عايز احط ملف في صوت تاني فحقول له اد فيديو تاني اد اوديو تاني واشتغل وطبع ممكن انت تعمل بلاي وتسمع زي ما انا هشغال كده وتشوف حقول له اد واحد تاني باش هتحطه فين اهو خدت المؤشر في المكان اللي عايزه يبدأ من عنده وحقول له اد واختار ملف في الصوت التاني اللي انا عايزه يتحط عندي كده انا خلاص حدرت الفايل بتاعي فيديو صوت ووقت تمام؟ طب هو ده كده بس اللي اقدر اعمله لا لا ممكن اعمل حاجات تانية بس دي بقى هتتطبع على صورة صورة اللي هي ايه جماعة الموشن مثلا الحركة انت عايز الصورة تبقى ثابتة انه هن اهي ولا عايز حركة معينة وعنطيك هو مجموعة صور اختيارات وبيتطبقها قدامك بيقول لك الحركة بتاعتك تحت الصورة دي بازات هتظهر ازاي شايفين يا جماعة بس طبعا هنا شان الصورة دي غامق شوية مع خلفية صودة فاي الحركة ايه هتحس بخلاف بسيط يعني تمام؟ بختار الوضع اللي انا عايزها او الصورة اللي انا عايزها اللي حركة الصورة اللي انا عايزها للصورة دي بالزيت تمام؟ وابدأ اختارها وقول له ايه طب ينفد انا عايز حاجة تانية انا عايز مثلا الالوان شايفيني الفلتر يا جماعة؟ اهي بقى لعب في الصورة كمان اهي تمام؟ انا كده اخترت الصور زبط الوقت تمام؟ وبزبط الحركة بتاعت الصورة نفسها هتظهر زي في الفيديو شايفين انا كل ده بشغل ويندوز يا جماعة مش بنامج انا مسطبه على حاجة خالص تمام؟ في كل طول اللي انت ممكن تحتاجها معاك خلاص مفروض هقول له ايه او اوكي حسب الظاهر قدامك ايه؟ طب انا كده طبقت على اول صورة طب الصورة التانية لازم تبقى زيها لا انا ممكن اخش اعادل فيها هي كمان زي ما هي عايزة تمام؟ الحركة الفلتر زي ما انا عايزة اخليها زي اللي قبلها او طريقة تانية طب عندي ايه تاني ممكن اعمله؟ انا ممكن كمان اريده في تيكست اكتب كلام على الصورة دي تمام؟ بيقول لي فوق اهو اكتب تيكست انت عايزه ومن تحت اكتب مثلا مسلي اكاديمي او اسم القناة بتاعتنا او شايفين يا جماعة؟ ادي الاسم اللي هي بايدفولت سيمبل ايه تمام؟ اختار الشكل انت عايز شكله عامل ازاي؟ الدنيا بتاعتك عامل ازاي؟ اهيه شايفين؟ وده اللي انت مشوفوه في الفيديوهات فعلا تمام؟ اللي هي الابليكيشن بتعمله انت انا هتكتشف انك مش محتاج اي ابليكيشن يعمل لك الكلام ده وطبعا مكانه فوق تحت يمين شمال زي ما انت عايزة تبدا هيزهر في كله؟ لا ده هيزهر على الصورة اللي انت مختارها بس ما تنساش انا مش عايزة تقول في الفيديو انت ايه هتشتغل عليها هتلاقي العملية السهلة قوي مثلا مش عايز حاجة تانية لو فيه الصورة عايزة عاملها روتيت عايزة عاملها حاجة هتلاقي العملية السهلة قوي طبعا انا خلصت الشغل بتاعي هعمل ايه؟ هقول له انا خلاص خلصت طبعا انت ايه الاول تفرج لازم تعاينه طبعا وتسمع صوت الدنيا بتاعتها شغالة تمام ولا لا خلصت تأكدت ان هو تمام هتعمل يا جماعة هتعمل خلاص تنش في الفيديو ان انا خلصته اول حاجة هيسألني انت الجودة بتاعت الفيديو ده قد ايه؟ الجودته عاملة ازاي؟ تمام؟ مجموعة الوفشن بتاعتها تمام؟ خلصتها هيسألني هو الفيديو نفسه هسايفه فين؟ تمام؟ هتسمي ايه؟ انا سيفتح ياخد وقته في الاكسبورتنج بتاعه انا جابرتها بس هنحسب شروع الجهازك هنحسب بالوقت اللي ايه؟ اللي هياخده هو كده خلص خلاص الفيديو بتاعه اهو هفتحه مثلا بالميديا بلاير او بايه تول ساعة انت على الفيديو علي خالص اتفرج عليه واتأكد ان الشغل بتاعه تمام خلاص انا كده ايه؟ الفيديو بتاعي جاهز يبقى كده اول حاجة انا شرحتها اهو الفيديو اهو اول حاجة شرحتها ازاي اجمع مجموعة صور احطلهم صوت واحولهم لفيديو عايز اكتب كلام هكتبوا عليها اغير حركة تراية العرض اغيرها ما عنديش اي مشكلة الحاجة التالية اللي هشرحها دلوقتي ان انا ازاي اعدك في فيديو تمام سواء احط اجمع اجمع فيديوهين مع بعض سواء ان انا اقص من فيديو حسب ما انا عايز باردك عن طريق نفس التولز اللي عندي اللي هي فيديو اديتور هفتح بروجيكت جديد خالص هو اللي تحت ده البروجيكت القديم بتاعي لا انا حاوله احنا احام بروجيكت جديد خالص تمام هيسأني طبعا ايه هتسمي ايه احو هقول له هتسمي الفيديو بتاعي الاسم كذا اللي انا عايزه وحاول له اعد نفس الخطوات بس المرة دي بدل ما هختار صور هختار يا جماعة هختار الفيديوهات اللي انا عايزها وممكن تدمج الفيديوهات وصور يعني ممكن تختار الفيديو وتحط معه صورة وفيديو تاني زي ما انت عايز اهو ايه 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 بتاع الفيديوهات بالكامل اهو الفيديو هي من نفس طريقة الصور شدت الفيديو ونزلته تحت عايز اجيب فيديو تاني احطه جنبه ادمجه معي حاول له ايه تاني واجيب الفيديو التاني شايفين يا جماعة سهول يا جماعة بتطريقة سهلة اهو يا جماعة جبت ايه فيديو تاني اهو في المسال ده حتى نحطه هو هو اهو هيقرر هاخش اشتغل عليه شوية كده اعلم عليه انو فيديو هاشتغل عليه اهو انت عايز تعمل في ايه عايز تقص منه عايز تقسمه تمام بص انا باتحرك بيقول لي هو هيبال جزئين واحد وقت وكذا وقت وكذا وقت وكذا بعد ما خلص هوله ايه تمام انا كده خلصت هول الوقت بتاع انا عايزه بص عمل ايه في الفيديو اسمه نصينه هاشايفين ده بوقت وده بوقت يبال انا محزفش هنا عمل ايه كل عمله انا اسمه ليه احط صورة في النص احط فيديو تاني في النص زي ما انا عايز طب ايه فيدي انا عايز احزف منه حاجة هي ترين بقى هاخش اشير الجزء انا ايه مش عايزه اهو هتلاقي الوقت ايه اتغير معانا والدنيا ايه بقت مختلفة معانا بس احضف بقى الصورة في الفيديو التاني التالت حسب ما انا عايز بعد ما خلص خلص حوله ايه حوله برضو بنفس الطريقة ايه فنش للفيديو بعد ما تفرق تعريق والدنيا بتاعتنا حوله فنش للفيديو هيسألني هتسايفه فين وتحطه فين بنفس الطريقة بتاعتنا وبقى في الاخر فيديو واحد بس بعد التعديل وشكرا على وقتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر